النهاردة كلام كتير كلام كتير خلصنا الجزء اللي بيقول أحمد كندوسي ليه ما راحش نادي الزمالك او ليه الزمالك ما قدرش يحسبه كلمنا كتير فنيا مع جمي طيب الزمالك بقى بيتحرك ازاي في ملف صفقاته الجديدة بيفكر في ايه ناوي يعمل ايه تعالوا نشوفها واحدة واحدة اولا الاتجاه الاول الذي يتحرك فيه نادي الزمالك هو المغربي احمد بالحاج لاعب فريق اسوان والذي لا يمانع فريقه في بيعه الى نادي الزمالك الا ان الطلبات المادية لنادي اسوان تعطل حسم الصفقة حتى الان حيث يريد اسوان الحصول على 20 مليون جنيه مقابل التنازل عن اللاعب خصوصا انه يتبقى في عقده موسمين ونصف الموسم احمد بالحاج كان معي على التليفون قبل كده وقال لي انه هدفه في وجوده في اسوان وجاي من اسبانيا كان بيلعب في دورة درجة ثالثة في اسبانيا جاي مصر وبيلعب مع اسوان عشان ياخد خطه اكبر هو قالها كده صراحة انا عايز اخد خطه اكبر سريعا فهو اكيد هيفكر يخرج سريعا ده طبعا بموافقة نادي اسوان ثانيا الخيار الثاني امام مسؤولي نادي الزمالك في الوقت الحالي هو التعاقد مع مهاجم اجنبي تحت السن ولكن ما يصاعب الموقف في هذا الاتجاه هو عدم وجود الوقت الكافي للبحث عن مهاجم صغير يحقق للزمالك افادة فنية في وقت سريع ثالثا الاتجاه السالس للزمالك والذي تم طرحه للنقاش في الساعات الاخيرة هو التعاقد مع احمد رفعت لاعب يتشر والمعار الى نادي الوحدة الاماراتي خصوصا وان اللاعب في الوقت الحالي لديه الرغبة في العودة الى مصر مرة اخرى وقطع اعارته مع النادي الاماراتي واحمد رفعت لاعب مع الزمالك قبل كده دي بقى مهمة اوي عشان دي منزو لحظات ركز معاي دي مهمة اوي رابعا يعقد مسؤولي نادي الزمالك في الوقت الحالي اجتماعا هاما مع مسؤولي نادي بيرامدز من اجل حسم صفقة عبدالله السعيد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية حيث وافق نادي الزمالك على طلبات بيرامدز المالية والبلغة 20 مليون جنيه للتخلي عن عبدالله السعيد والصفقة في طريقها للحسم خلال ساعات عبدالله السعيد يقترب عن اي وقت مضى من نادي الزمالك تاني عبدالله السعيد يقترب من اي وقت مضى من نادي الزمالك احنا بقلنا سنة بنسمع عن اقتراب عبدالله السعيد من نادي الزمالك بس تحديدا بعد ما احمد كندوسي الصفقة ما تمتش مع نادي الزمالك وكان ممكن يلعب المركز اللي عايزه نادي الزمالك الزمالك عايز زي الاهلي اللاعب اللي يلعب مركز 8 بمواصفات صانع العاب رقم 10 فمش لقيه خلاص دلوقتي الزمالك في وضع ان انا هخش النص التاني من الموسم وانا معايش لعيب يحرك اللاعب او صانع العاب فدلوقتي الزمالك فامسل حاجة لعبدالله السعيد وده اللي خلى الزمالك ياخد خطوات جدية جدا لحسم صفقة عبدالله السعيد خاصة خاصة وبأكد عليها مليون في المية ان رغبة عبدالله السعيد هي الانتقال لنادي الزمالك هو البرامدز اللي متمسك بعبدالله السعيد وحق البرامدز جدا يتمسك بعبدالله السعيد قائد الفريق واحد من لعيبة المهمة واحد من لعيبة المؤسرة في تشكيلة الفريق فطبيعي برامدز يتمسك به بس لو عن رغبة فرغبة عبدالله السعيد هي الانتقال لنادي الزمالك وبالتأكيد رغبة نادي الزمالك هي ضم عبدالله السعيد فانا بأكد لحضراتكم ان عبدالله السعيد اقرب من اي وقت مضى من الانتقال الى نادي الزمالك بشكل رسمي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية همنتكلم في خمس او اربع خمستية